يا مساء النور يا مساء السعادة يا مساء الحب على كل من تخذ القناتي وتفرج في فيديواتي وحط لي لايك وكمنتر وشجعني بشي نواصل في تقديم الفيديوات والوصفات مرحبا بكم بالنس الكل مرحبا بحبيبي وصحابي وبعائلتي الكل مرحبا باللي زارني ولي شجعني اليوم كيفما تشوفوا باش نودكم برسات سهلة وناشحة مليون بالمية اليوم ان شاء الله مازلنا مواصلين في تحذيرات رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باش نعملوا مبعاد نعجينا مورقة سهلة وبسيطة بطريقة سهلة باش نسهلها عليكم ما هيش باش تاخوا منكم برشا وقت ومن بعد النتيجة باش تكون روعة تبعوا معي الفيديو وشوفوا التفاصيل بضبط والنصائح لباش نعتيهم لكم باش تنجح معاكم الرسات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اول حاجة باش نبدا بها لنا حبيتو نوريكم الزبدة اللي انا استعملتها كيفما تشوفوا لاني اخذتها من بنيا غلين بالضبط من نهج اسبانيا يبيعوا فيها بالميزان اخذت انارطل وهي راي بيعوا فيها الكيلو متاح ب 9500 عليش انا وريتها لكم على خاطر هما برشا برشا عملتها ومع قبل معاكم بات فيتي متاع الكروسون وسائلوني على الزبدة اللي نستعمل فيها حبيتو نوريكم بالضبط الزبدة اللي نستعمل فيها ورا هي ناجحة هذي احسن زبدة انا تعجبني لاني اول حاجة باش نبدا بها كيفما تشوفوا اللي في الزبدة مدعي رهي يبسة خطر حتيتها في الفرجدير قبل ما نبدأ نخدم على الاقل ساعة يجزم تكون يبسة جبت صحفة متاع فارينة كيفما تشوفوا هكاكا وباش نقعد نغطس في الزبدة هكاكا في الفارينة ونبرش فيها باش تطوعني في الخدمة وما تصعوبش عليا كل شي يظهر لي واضح في الفيديو من غير ما نقعد نزيد نشرح برشا باش نكمل العملية هذيك ونبرشها الزبدة اللي كلها ارطل هذيك كيفما ش اشتكو هكاكا وليها طرح ونربش عليها شوية فارينة راه وجيس باش من بعد الزبدة ما تلسقش في بعضها وباش نخليها رجحها ل الفرجي دير ونتو باش نعمل مع بعضنا العجينة 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 المتاعنا لاني اخذت انا كيلو انجموا تعبلي نص الوضل تنجموا تعبلي لربوح الوضل تلك اللي ساعدكم من تومى كيلو فارينة اضافة ملح اضافة زيت ناباتي اضافة زيت ناباتي نبسس الفارينة كيف تشوفوا هكاكا بالزيت مليح ندخل زيت الكل وفارينة هكاكا حاجة سهلة وبسيطة واي مرات نجم تعملها ما تاخوش منكم برشا وقت كيف ما قلتلكم ليناء زيت زوزم غارف متاع خل ابيض ولي نأكد عليه انه الخل يكون ابيض ما يكونش فيه حتى نكهة اخرى ما يكونش لا احمر ولا اي لون ولا اي مطعم فيه الخل هو اللي بشي خلي العجينة متاعنا ادومه معانا اكثر والعجينة هذية راية تنجم تقعد معاكم حتى ثلاثة شهور في الفريجو ما يسير لها حتى شي ونهار تلتج بدوها وتخدموا بها تقعد كيف ما هاية طبع لنا بشي اللم العجينة متاعي بالماء الماء راهو بارد ما نستحقوش انه بشي نبردوه في الفريجي دار على خاطر راهو التقس كيف ما تشوفوا بارد وما نستحقوش زاده بش نستعملو الهناه ما دافي بش ناخد مو بالماء عادي ما سبباله صبيت الكاس لول كيف ما تشوفوا ماتين وعشرين مليا لترا ذا كي يهز ومبعدك قاعدت الكاس الثاني انصب شوية ونلم في العجينة خاطر العجينة متاعنا ما حاشتناش بها بش تكون يبسة وما حاشتناش بها زاده بش تكون ترية برشا يلزم تكون بها ترية شوية متطلصقش في اليدين تشوفوا تكسير متاحا بالضبط كيفاش انا اخذت مني الكيلو الفرينا لهذاك اخذيه مني يزوز كيسين ومعاه زوز مغارف وانتوما وحسب نوعية الفرينا تنجم تاخو منكم اقل تنجم تاخو منكم اكثر تاوي الهني بش نعجينها شوية مين با متستحقش برشا عجين ومتطعبوش رواحكم ومتتقلقوش رواحكم جيس بش نلموها لماين اكهو وطاوي بش نحطها كيف ما تشوفوا تكسير متاع العجينة متاعنا ونغطيها ونخليها اقل حاجة ربع ساعة اقل حاجة ربع ساعة يلزم العجين متاعنا ترتاح انا خليتها بصراحة نص ساعة ارتحت في عقلها وطاوي كيف ما تشوفوا رشية البلوندو ترافاي متاعنا بالفرينا يلزمنا راهو نخدمه بالفرينا نأكد عليكم ديما حطوا الفرينا بحديكم واخدموا بها تاوي بش نحل العجينة وشوفوا بالضبط بش نوريكم كيفش الطريقة متاعي اللي انا بشتخدم بها الفاتفايتي فما برشة طرق فما برشة انواع كل واحد وطريقتو انا حابت نشارك معكم روا الطريقة متاعي خطر الطريقة هذي يا رهي سهلة برشة ومتخوش منكم برشة وقت وبرشة جهد على خطر برشة نسيه يقولك راهو العجينة المورقة يهربوا منها ويمشيوا يشريوها او غالية ومتخوش منكم برشة و كونتيته صغيرة في الجرون سرفاس بك السوم وهي ره ما تستحقش برشة معناها جهد وبرشة يتعب تابعوا الطريقة بالضبط لانا كيف كل ما تحسوا العجينة متاعكم باش تلسق في البلوند ترافاي رشوا الفرينا وحلوا العجينة متاعكم باش نحلوها راي ما هيش خشينا برشة وما هيش زادة جويدة برشة على شكل مستثيل كيف ما شفتو هكاكا توا كيف ما تشوفوا الزبدة هجبتها من الفريجيدير اقسمتها على اثنين ونوريكم الطريقة كيف ما تشوفوا لهنا هكيكا باش نعمل التراساج على خاطر العجينة متاعي نحب نقسمها على ثلاثة يلزم الثلاثة يكونوا قد بعضهم نجي في الوسط بالضبط كيف ما تشوفوا هكيكا ونحط نص القونتيته متاع الزبدة تبعوا بالضبط الطريقة دي جا كيف ما قلت لكم راو الفيديو واضح بالتفصيل معناه ما خبيت عليكم حتى حاجة حتيت القونتيته هذيك اللي قلت لكم متاع الزبدة وتوا شوفوش نعمل باش نهز جنب واحدة متاع العجينة هذيكا ونرجحها فوقها لنا باش نضغط عليها شوي نحاول نسكرها هكيكا باش ما تخرجش من بعد الزبدة كيف نجي انا باش نحلها بالقلقال وتوا باش نجي بنص القونتيته الثاني متاع الزبدة هذيك اللي خليتو رشوا منو اكل فارينة هذيكا نحاولو نحيوها الفارينة هذيكا منو كان لازم نحطوها في صفية وإلا في غربال وهبط الفارينة وخليو الزبدة اكهو ونحطها توا فوق العجينة الاخرى هذيكا اللي انا رجعتها وتوا رجع عليها اللي بقيمة العجينة الاخرى كل شيء واضح يظهر لي وكل شيء يبين في الفيديو هذي ما فهميش ما اسهل منها اسهل طريقة ما تخوش منكم صدقوني برشا وقت بالحق لف لف تكملوها لاني باش نسكر اللي عجينة متاعي مليح كيف ما تشوفو هكيكا نحاول نضغط عليها باش الزبدة ما تخرجش ومانيش باش رتحها راني ديركت باش نخدم بها طوا باش نحاول نحل العجينة متاعي كيف ما تشوفو هكيكا نسيسها بشوية ونحلها ما تستحقوش زيدا روبلوندو ترافاي معناها كبير باش ت شوفو انا كيفاش نثني العجينة هذيكا اللي حاليتها نحل البرتية هذيكا بعد ما نحل هذيكا نعاود هذيكا نثنيها ونحل البرتية الاخرى معناها راو متخموش تقولو يلزم بلوندو ترافاي كبير باش انا نوصل نحل العجينة كيف ما تشوفو كملت حليتها طوا باش ننفذو ذاك الفارينا هذيكا وننأكد عليكم هذي راه ينسيحه يلزم الفارينا هذيكا اللي فوق العجينة تنفذوها الكل ما تخليوش فارينا باش منبعد ما تجيش الورقة بعيدة على بعضها شوفتو طريقة كيفاش انا تويتها طوا بعد تتبعوا الفيديو طوا تشوفو باش نعاودها معاكم ونوريكم الطريقة بضبط كيف باش انا تويتها معناها هذيكا يتسمى لهنا تور دوبل في عوض اينا باش نقعد نعمل سيس تور كل تور واحدو لي باش نعمل تور و تور كل تور راهو دوبل نلفها هكيكا عد اثنين ومنبعد ايكا نعاود نلفها مرة اخرى وباش نعاود نحلها في نفس الوقت تراني مينيش باش نرتاحها لعجينة متاعي جملة شوفو الطريقة هي واضحة لهنا بالضبط كيف ما نقولكم ديما قم بذو الفارينا مليح متخليوش فيها الفارينا حتيتها ديما قد بعضهم الزوز يزم الزوز وتروف قد بعضهم وطوى باش نعاود اللف هم هذوكم مزوز مع بعضهم الطريقة واضحة باش ما تقولوا ليش ليه راهو مش واضح حتى شاي وكيف كيف هذا يا طوى التور الثاني باش نعاود ونعاود نفس الطريقة التور الثالث سهلة يظهر لي برشا بالحق ينقولكم متاخوش منكم برشا وقت راي متاخوش منكم وقت بالكل ومنبعد باش تلقى نتيجة روعة وقونتيتي كبيرة بالكده 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 نكمل نحلها هكاكا ما فيها حتى شاي طوى العجينة متاعنا حضرت محبتش نطول عليكم الفيديو برشا باش ما تفدوش وتخرجوا من الفيديو وما تقعدوش تكملو نفس الطورة ذاك اللي عملتو مرة واثنين وثلاثة اذا كان شوفت العجينة متاعك محبتش تتحل معاك ومحبتش تطوعك خليها مدة 4 ساعة ترتاح غطيها بتبيعة باش ما تشيحش ومنبعد تحلها راهي طوعك فاسيلمون اما انا راني مرتحت هيش بالكل شوفوا الفيتاج صدقوني راهي ناشحة الرسيت هذي مليون بالمية وباش نمريكم من رطل زبدة وكيلو فارينة عملنا زوس كيلو بات فيتي بالحق كي نقلكم بستة دينارات بالرسمي على خاطر الزبدة متاعي كيف ما شفتو بخمسة دينارات الكيلو قطركم تسعة عاليف وخمسمية معناها راهو ما تتكلفش بالكل اربع عاليف وسبعمية وخمسين انا قلت خمساليف ومعاها كيلو فارينة بثمانية وخمسين كيف ما تعرفو الناس لقول اينا قلت دينار ما قلت ثمانية وخمسين المي موجود عنا في الدار الخل موجود عنا في الدار الملح كل شي موجود عنا في الدار والزيد زادة في الدار معناها بستة دينارات عملت زوس كيلو بات فيتي قسمتها كيف ما تشوفو هكيكا كل ارطل واحدو لفيتو فيسه شي اليمونتير وإلا بابي فيلم اللي ساعدكم انتم وتحطوها في الفريقو تقعد معاكم صدقوني ثلاثة شهور كأنك انت عملتها جديدة تجبدها تضوب من الثلج متاحة مليح ومن بعدك ترش الفارينة تحل البات متاك ما تحلو هيش تخلي وهيش تخشينا شوفو قديش العلو متاحة الحشن متاحة ما تخلوش البات متاك ومخشينا راوسينا بعد بش تجيكم ومعاجنا الباتي وإلا طو نعملو بيها برشا رساتات انا نوعدكم بش نعمل معاكم برشا رساتات بالبات فيتي حاجة تحفونا نودوا بيها رواحتنا في رمضان ان شاء الله وكيف ما شفتوا رهي سهلة ومتتكلفش وتعطيكم كونتيتي كبيرة برابور بلي نشيريو فيها من الجرون سيرفاس تتكلف اكثر لانا انا عملت بيها كعبة باتي بش نكمل نعتيكم من سيحة اخرى كيف تحلو البات وتحطو الفارس في الوسط كيف تجيو بش تحطو البات الاخرى فوقها متحطوش عظم ادهنوها بشوية ماء وحطو عليها البات الاخرى ومتضغطوش برشا ردو بيلكم تضغطو برشا عليها على جنيب هكي كالفيتاج يتيح ومن بعد ما تجيكم مش طالعة كيف زادة ادجيو بش تدهنوها بالعظم من فوق متهبطو ومن بعد ما تطلعش وتقعد هي واتيا اللوتا عطيتكم يظهر لي كل الاسرار كلنا ساقح ان شاء الله هتجربوها الرسيت ومتأكدك بش تجربوها راي بش تنجح معاكم مليون بالمية تبعوا التفاصيل والخطوات بالضبط اللي قلتهم ما ترتيوش حتى شي وطوما بقالي كان بش نقول لكم بسليم وفيلة من الناس الكل واستنيوني في وصفات اخرين ان شاء الله بش نودكم بها شكرا لكم الرمضان قدرة ربي